الفقرة اللي جاية كنا بلول إيه؟ حق الجماهير حق الجماهير بتسأل الضيف والضيف بيجاوب لكن دلوقتي الجمهور هيسأل والمجري هو اللي هيجاوب تعالوا مع بعض نشوف الأسئلة إيه؟ وأنا موجود معكم أحب بس أوجه سؤال لكابتن مصفى عبدو ليه حضرك سموك المجري يعني إيه السبب في كده ممكن إحنا قلت في بداية البرنامج إن ليه سموه المجري كأن الله يرحمه نقيدنا الرياضي الشيخ الرياضيين والنقاد الكابت النجيب المستكاوي كنت أول مرة أبقى موجود مع الفرقة في أول دور عام سنة 72-73 وكنا في اسكندرية منها بتدي الأولمبي وكنت لسه 16 سنة وقاعد احتياطي مع الكابتن محمد عبدالصالح الوحش رحمة الله عليه اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى علي فقاعد في آخر عشر دقايق ممكن دينا بكررها مرة اتنين وثلاثة عشان اللعيبة اللي بتزعل لما بتقعد احتياطي لا قعد احتياطي وقرأ الملعب كويس وشوف لما تنزل هتعمل ايه ممكن في ثانية تكسب الفرقة وقد كان نزلت آخر عشر دقايق أول خمس دقايق منهم أنا زي ما أكون في حلم الكرة الأدام باجر elevate الكرة بترجع وراء برجع وراء الكرة عالجنب باجري على جنب مش حسب حاجة لحد ما بدأت أركز في أول حاجة بالنسبة لي في النادي الأهلي عارفين يعني ايه تشيرط النادي الأهلي تشيرط النادي الأهلي دي تشيرط تقيلة أوه مش اي حد يلبسها مش اي حد يعدي كده مدام نادي يقولك أنا لعبته في النادي الأهلي لا ده تشيرت النادي القال دي تشيرت بقول لكم تقيلة في حجمها وفي الكيان بتاعه وفي حاجات كتيرة جدا المهم نزلت أول خمس دقائق مفيش مش عارف هالم السكورة ولا شاف حاجة قدامي بعد الخمس دقائق بديت أركز في الملعب عملت جول التعادل في الماتش ده وكان القلومب ده فيه بقى الكابتن أزدين يعقوب والبوري وكان فيه لعيبة جامدة جدا عملت الجول الأولاني تعادل عملتها بالعرض والتانية أنا اللي جبت الجول بس خرجنا من المباراة كسبان كسبانين اتنين واحد ونحن راجعين في القطر كنا زمان بروح القطر بقى اللي هو كان طريق مصر اسكندرية والقطر ده كان فيه أطرات زمان بتمشي بطيء قوي كان أول مرة يجيبوا قطر من المجر وثمينوا المجري كنا قوي كنا نطلع على اسكندرية في حوالي ثلاث ساعات أو أربعة ساعات القطر ده ودنا في ساعتين وعشر دقائق فإحنا عاديم في القطر مع كابت النجيب المستكاوي وعمل يدي درجات وبيدي ألقاب للناس اللي موجودة للعبين اللي كانوا بيلعبوا فأنا ببص كده بالصدفة كده معا كده على الورقة لقيتوا عامل دايرة على اسم مصطفى أحمد عبدو فبعد شوية كده معامل ساهم التحت فكتب مصطفى عبدو تسعة من عشرة تسعة من عشرة ده نلعب عشر دقائق أو تلاتاشر دقائق داني تسعة من عشرة لأنه عامل جول ومسجل جول فوسايب الدائرة دي فاضية عشان نحط فيها اللقب لحد ما جينا عن تقريبا دخول محطة مصر بقول له يا كابتن المجري وصل يا كابتن نجيب قال لي يا ابن إيه بس خلاص وقام حطت المجري ومسكت نساعتها دي كده دي بقى بتخلينا حافظ على مستوية أنا أولا قال ليه بقولها كده عشان الناشئين واللعبين اللي موجودين حنا نتعلموا منها مش عيب أنك تقعد احتياطي أقعد وقر الجيم مش تقعد وتتكلم مع زمالك اللي موجودين لا أقعد وشوف الملعب لو نزلت هعمل إيه ثانيا في نفس الوقت أنا بقول لو لعبت خمس دقائق ممكن تكسف فيها فرقيتك وإحنا شفنا في مبارات السوبر اللي كانت في قطر وشفنا محمد طهر محمد طهر عمل إيه نزل في مفيش الناس يتلك إيه اللي نزل ده نزل رجع الفرقة تاني وكسبت ضربة الجزاء هو ده اللعيب بيبقى عند شايف قدامه كل حاجة عشان كده بقول للعيبة اتعلم منها وفي نفس الوقت الاسم ده حاملني مسؤولية كبيرة قوي لما ألعب كويس يقولك المجري لما ألعب وحش يقولك ده الأشاش وقيس على كده حاجات كتيرة جدا فأتطرق التحاوز عن نفسي عشان ما نزلش عن اسم المجري أتمنى يكون الإجابة عجبتك اللي بعده ليه سؤال حضرتك ليه ما بتحللش عن المباريات اللي هي بتبقى مباشر زيك زي الناس السادة الأفاضل المحللين أولا أنا بشكرك على السؤال وسانيا أنا بقولك إن الساحة مليانة وعندنا هنا في قناة النادي الأهلي أيمن شوقي ماشاء الله ماشي مع الجروب اللي معاها وحاجة تفرح وبعد كده جيل بسلم جيل بشان يفضل طول عمرنا موجودين إحنا لعبنا كرة وبطلنا سلمنا للأجيال اللي بعدين بدأت في الإعلام الرياضي بدأت نسلم هي دي سنة الحياة فأنا الحمد لله أتمنى بس يكونوا راضيين على برنامج المجري اللي أنا عاوز أعمل فيه أي حاجة تساعدكم زي ما أسعدتونا اللي بعده يهمني جداً أسأله سؤال واحد إنت ليه ما بتطورش في البرنامج بتاعك بشكرك على السؤال أنا زي ما قلت لكم في الأول أنا بتعلم وهفضل لحد ما متها تعلم إحنا بدأنا في الثلاثة وعشرين حلقة في واحد وعشرين بدأنا نعمل شكل البرنامج الحمد لله وفورمالي والناس اللي كانت موجودة كلها معايا كانت تعبت جداً عشان نطلعها بالصورة الكويسة دي فإن شاء الرحمن لو دينا عمر لو دينا عمر يا إن شاء الرحمن في اتنين وعشرين هتشوفوا حاجات جديدة ما شفتوهاش قبل كده في برنامج المجري إن شاء الله كابتن مصطفى عبد المجري أنا بأسأله بس يعني إنتب ليه حضرته بيصديف نجوم نادي الزمالك ونجوم نادي الإسماعيلي واللي ما بيستضيفش نجوم نادي الأهلي أو بيصديف الجماهير بتاعت نادي الأهلي اللي هي العاشقة والمتيمة بالنادي الأهلي أنا معاك هنجيب ناس رموز من جماهير النادي الأهلي إنما إحنا بنستضيف كل أنا استضيفت معظم تقريبا معظم جيلي اللي هو إحنا لعبت معاها فيه لسه بعض الناس وبستضيف كل الأمدية كلها الكل ولسه عتشوفه نجوم ما شفتوهاش قبل كده ويمكن الجيل ده ما سمعش عنها إنما هنفكر السادة المشاهدين بالنجوم السوبرستر زي ما قلت لكم إحنا البرنامج عاوزين يعني يلقي ضوء على كل واحد خدم في الرياضة المصرية سواء وزير رئيس نادي إداري مدرب لعيب كل الكلام ده كله إن شاء الرحمن حكم يعني كلما بفتكر عاوز أقول لكم كل حاجة فإن شاء الرحمن هتشوف تطور كتير في البرنامج وهتشوفه برنامج مختلف تماما عن الثلاثة عشر حلقة اللي فاتت أنا محب أسأل الكابتل مصطفى عبدو هو ليه بعيد عن اتحاد الكورة وأتمنى أنه يمسك منصب قيادي بالنسبة للاتحاد الكورة لأنه شخصية بصراحة محترمة فيعني ليه ليه أنا عايز أسأله هو ليه بعيد عن القصة ديت أنا الحمد لله راضي باللي ربنا أسمه لي وراضي باللي هو ده وربنا يديم علي وأنا بعيد خالص عن المناصب وبعيد خالص عن أي حاجة وإن شاء الرحمن إن شاء الرحمن إن زي ما أقول لك أنا في البرنامج ده ولا أعوز من كلمة أنا في البرنامج ده إحنا هنقدم اللي إحنا شايفينه صح واللي إحنا شايفينه صح هنقوله واللي إحنا شايفينه غلط هنقوله إنما أنا الحمد لله فضل من ربنا أنا لا أعاول مناصب ولا أعاوز أي حاجة إحنا بس ربنا يختم حياتنا بالصالحات يا رب العالمين أحب أسأل كابتن مصطفى عامل إيدي الوقت الراجل بصراحة أسعدنا طول عمرنا المجري ده يعني من سني أو أكبر مني يحب صغيرين أنا لسه صغير برضو بس هو بصراحة عمل شغل جامع جدا 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 فأتمنى يا رب يكون صحته كويسه ويكون سعيد في حياته أنا بشكرك طبعا على الناس اللي هي قلوبها طيبة أنا بشكرك أنا دلوقتي زي الفل الحمد لله فضل من ربنا وربنا يديم علي النعم اللي ربنا نعمها علي وأنا أصغر منك شوية بش أكبر منك لا أنا أصغر منك شوية إنما أنا الحمد لله بخير وبصحة وزي أقول لكم أنا بش أعوز حاجة غير أن ربنا يرضى عنينا بس بش أعوز أي حاجة تانية